اهلا بكم في فيديو جديد لفيلم جديد فيلمينا النهاردة اسمه اوغاست راش قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشاري للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله بيبدأ فيلمينا مع اوغاست او ايفان طفل عنده 11 سنة وعاش في دار ايتام في الريف و ايفان كان طفل مميز ومهوب جدا بيقدر يسمع ويحس الموسيقى في كل حاجة حواليه يعني اول مشهد كان واقف وسط ارض مزروعة بالامح والهوى عمال بيحرك السنابل وهو واقف مبسوط من صوت الموسيقى اللي يسمع في اللحظة دي و ايفان بيقول لنا ان كل اللي حواليه لما عرفوا بما وهبته دي كانوا بيعملوا دوشة علشان يمنعوه من انه يسمع الموسيقى بس في الحقيقة ان الموسيقى دي محدش يقدر يمنعو منها لانها طلع من جوءة كان في مجموعة من الاطفال الاكبر منه على طول بيضيقوه وبيضربوه بس ايفان مكانش مهتم بيهم وشايف انه هو اللي صح من الموسيقى اللي هو بيسمحها دي كانت السبب في ان مامتو وبابا يتقابلو وحتكون السبب في انهم يلقوه تاني وبنرجع للبداية ونعرف ازاي مامتو وبابا فعلا يتقابلو وبنتعرف على مامتو لايلة عزفة الكمان في القوبر وبابا لويس مطرف في فرقة والاتنين بيتقابلوا في الايلة بعدما بيخلصوا عروضهم الموسيقية بالصدفة على سطح مبنى لما كانت لايلة خارجة تقعد لوحدها وتهرب من زحمة الناس في الحفلة وفي الوقت الحاضر ايفان بيقابل مستر جيفريز من خدمة الاطفال تبع الولاية وجاء علشان يتابع الاطفال ويشوف اللي منهم مستعد انه عائلات تانية تتبناه وييفان بيقوله انه مش عاوز يروح لعيلة تانية لانه عارف ان عيلته موجودة وهيلاقيهم وفي اخر المقابلة جيفريز بيطمينه وبيتديله رقمه علشان لو احتاج حاجة ولا هو عفو مشكلة اليه اللي يساعده ولما بنرجع تاني الليويس وليلا الاتنين كانوا حبوا بعض من اول نظرة بس ليلة وباباها بيمنحة من انها تشوف ليويس تاني وبياخدها بالعافية ويسافروا على مكان تاني علشان يحمي مستقبلها كعازفة كمان في الابرة لانه مش عايز اي حاجة تبعدها عن كده والوقت بيمروا كانت ليلة لسه مش متقبلة فكرة ان باباها بعدها بالعافية عن ليويس وفي ليلة كان بيتعش مع باباها في المطعم وبيتخنق سواه فبتقوم تمشي وتسيبه ويخرجها بتعصبها ومش مركزة عربية بتخبطها وبياخدوها على المستشفى بسرعة ولما بتفوق من العمليات باباها بيقولها ان الجانين مات بس في الحقيقة هو تخلص منه وسلمه لدار رعاية من غير معلم ليلة ولا بموافقتها اصلا وده اللي بغضي العلاقة اكتر ما بينها وما بين باباها وتحولت حياتها من السعادة والامل والاقبال على الحياة وباعت وحدة عيسى عيشة وخلاص بنديل بعد كده لايفان اللي كان وصل للمدينة علشان يدور على عائلته زي ما بيحلم انه يلاقيهم بس المشكلة انه اول مرة ييجي المدينة في وسط الزحمة دي كلها وبسبب كده بيضيع الكرت بتاع مستر جيفريز اللي كان جاي قبله علشان يساعده وفي الوقت اللي حس فيه انه تايه بيسمى صوت طفل اسمه ارصر بيغني في الشارع فبيروح له ويفضل ماشي وراه علشان يساعده يلاقي ما كان يقعد فيه والولد لما بيلاقي مع ايفان فلوس بيقرر يساعده علشان ياخدها منه في الوقت ده كان لويس حياته اتغيرت وبقى بيشتغل في شركة سان فرانسيسكو وساب الفرقة والغنى وبيقابل صاحبه لاديم بالصدفة اللي كان لسه بيشتغل سهواء علشان يكمل متطلباته جنب شغل الفرقة ولايلا هي جمان كانت سابت العسف وبتشتغل مدرسة موسيقى في مدرسة في شيكاغو وصحابتها الوحيدة بتروح لها علشان تقنع انها ترجع تأذف على المسرح من تاني بس ليلة بترفض ساعتها كان ايفان راح مع ارسل على المكان اللي عايش فيه وهو مسرح قديم مهجور عايش فيه مع مجموعة من الاطفال المشردين مع والس رئيس العصابة اللي بيشغلهم في الشوارع وبياخد منهم الفلوس اللي جمعوها اخر اليوم وبعدما والس بوافق على وجود ايفان بمينوصدة جديدة وهيجب الفلوس اكتر لما يشتغل هو كمان مع باقي الاطفال بيسيبهم ويروح ينام في الوقت ده ايفان بياخد الجتار بتاع والس وبيعزف عليه وبيبهر والس بموهبته بعدما بيصح على صوت الموسيقى الجامل ده وبتفاجئ انه ايفان وبيقرر انه يخليه اشتغل مع باقي الاطفال وفي الليلة دي كان لويس معزوم على حفلة عيد ميلاد صاحبه وصديقه من ايام الفرقة مارشال وبيروح يلاقيه عارض تسجيل واحدة من حفلاته وبيستفزوا علشان يرجع مع الفرقة والاتنين بيتخنقوا في الاول وبيضربوا بعض بس لويس بيرجع لاصحابه تاني وساعتها كانت ليلة في المستشفى مع باباها اللي كان على فراش الموت خلاص وصراحة في الوقت ده بالحقيقة ان ابنها لسه عايش ما متش ولا حاجة زي ما كان مفاهمها وانه لما تولد هو عرض للتبني وتنازل عنه للدولة لمركز رعاية الاطفال وليلة لما بتسمع الكلام ده بتتفاجئ وتتصدم وما كانتش مسدها ان باباها يعمل فيها كده بس هو بيبرر لها اللي عمله انه كان بيحميها وبيسعيدها انها تبني مستقبلها لان الطفل ومسئوليته في الوقت ده كانت هتغير حياتها وتبعد عن حياتها كأحسن عزفك كمان في البلد بس ليلة كانت شايفة العكس وان ابنها ده هو السعادة اللي تحرمت منها انه لو كان معها كانت حياتها اختلفت بكل المقاييس في الوقت ده والاس بيقعد مع ابانه ويبدأ معاه غسيل المخ ويزرع جوال افكار بتاعته علشان مع الوقت يكسب انتماءه ليه ويسيطر عليه بعد ما حسه وشاف قد ايه هو موهوب وممكن يخليه يكسب دهب ويجمع فلوس كتيرة من الناس بعسفه في الشارع فبيخضل المدينة ويتكلم معاه عن الموسيقى ويغير له اسمه لأوجست راش وارسر بيبدأ يتدايق من ايفان وانه ولس بقى يفضلوا عنه ولاه لما تساعت ما عرفت ان ابنها لسه عايش راحت تدور عليه وتسأل عليه في خدمة رعاية الاطفال بس المشكلة انها ما كانتش يتعرف اسمه علشان الموظفة تساعدها نغير ان الدولة حط نظام مشروط للأهل اللي بيرجعوا وزين يتواصلوا مع اولادهم تاني بعد ما تخلوا عنهم موسابون فضور الرعاية وساعتها ليلة بتتعصب على الموظفة ويشوفها جيفرس بس مش بيتدخل لان اصلا كان الوقت تتأخر والدوام انتهى وتاني يوم كان جيفرس بيلف في المدينة بيدور على مجموعنا الاطفال من ضمنهم ايفان وبيتقابل مع ارسل ويسألوا على الاطفال دي ويوري صورهم على شلة وتعرف على حد منهم وفي اللحظة دي بيجي والاس وجيفرس ويسألوا على ايفان ويوري له صورته وارسل بياخد باله منه بس والاس بينكر انه شافه بيتخانق معاه وبيتهمه انه مش بيدور على الاطفال عشان يحميهم زي ما بيقوله وانه بس عاوزهم تحت سيطرة النظام والحكومة اللي بيمنعهم من انهم يعيشوا الحياة اللي هم عاوزينها وانهم يعملوا فلوس ومستقبل وده على اساس ان العيشة في الشارع وسط المشردين دي هي المستقبل بالنسبة له بعد الموقف ده والاس بيبان على حقيقته وبيبدأ يتعامل مع ايفان بشكل تاني وبيضربه بيهينه بيساطر عليها علشان يفضل شغال عنده يقدي عروض في الشارع ويجمع الفلوس من الناس ويرجع يرجعها والاس بيحاول انه فاهم ايفان انه فعلا موهوب وانه هو الوحيد اللي عارف امته موهبته دي وما حدش هيساعده غيره وفي اللحظة دي الشرطة بتهجم على المسرح الموجور وبيطردوا الاطفال الموجودين علشان يرجعهم دور الرعاية وكان هيمسكه ارسر لولا ان ايفان اتدخل وشتت انتباه الضباط وخلوهم يطردوه وعلشان يضي الفرصة لارسر انه يهرب وهو لساعتها بيقول لي ايفان ويأكد عليه ان لو الشرطة مسكيته ما يقولش على اسمه الحقيقي علشان ما يرجعش المكان اللي جي منه تاني وبيلفت انتباه الشرطين ليه علما ايفان يهرب بس واحد منهم بيطردو لغاية ما بيوصل عند المترو في الوقت ده ايفان بيفضل ماشي في الشارع لحد ما بيلاقي مكان معين بيخشه ولما بيدخل بيشوفه الكرال وهو ما بيتدربه وبيغنه ومن معتاه وهو بينضمي ليهم والبنت الصغيرة اللي تعرفت عليه من الفرقة بتساعده وتعلمه على البيان اللي معاها وبتتفاجئ ان ايفان موهوب جدا وبتجرع على بابها علشان تقوله على الاكتشاف ده وساعتها الراجل بتصدم ان مهارته اتقانه الاصعب مع زوفات موتزارد ساعتها كانت ليلا راحت تقابل جيفريز علشان يساعد انها تلاقي ابنها وبستغرب اسمه احنا دلوقتي جاءت دور عليه وكنت تخليتي عنه من البداية ليه اصلا ليلا بترد عليه وتقوله انها ما كانتش تعرف انه عايش وبعد ما بيعرف منها الحكاية بيساعدها ويدور في تواريخ ميلاد الاطفال اللي على السيستم وبيعرف ان ايفان هو ابنها وهي كانت تعرفته اصلا من عينيه لما شافت صورته متعلقة على الحيطة وسط الاطفال المفقودين ولويس بقى كان بيدور على لايلة وقرر فجأة انه يرجع لها وفضل يدور على تلفوناتها وعنوانها لغاية ملاقاه بس لما بيروح على العنوان ده وبيسأل عليها واحد بيقوله انها راحت تقضي سهر العسل وكان قصده على صعبتها اصلا فلويس هنا قلبه بيتكسر وبيرجع تاني على المطار ومقرر انه يرجع لاصحابه في الفرقة اما لايلة فبتأجر شقة في المدينة علشان تفضل قريبة وتدور على ايفان براحتها وبتقرر انها ترجع تعزف من تاني على امل انه يسمحها ويتلاقوا من تاني ايفان بقى بيطهل معك جوليارد للموسيقى وبيزرع بقرية غير عادية لدرجة انه بيألف مع زوفة موسيقية بيسميها راب سودي وادارة المدرسة بتقرر ان فرقة المدرسة ترازفها في حفظة الربيع اللي بيعملوها كل سنة والمرة دي ايفان هو اللي هيقود الفرقة ويبقى المايستر والعاسف الراب سودي بتاعته ايفان بيفرح بكده خصوصا لما بيعرف ان الناس كتير هتسمعها لانه عاوز مامته وبابا يسمعوها ويلوه ولما المديرة بتسأله ازاي الموسيقى بالجيل او بيوصل للانحان دي بيقول لها انه بيسمحها في كل مكان وساعب بيصحى من النوم ويلاقيها جواه وبتبدأ التحضيرات للحفلة وكان من ضمن العزفين اللي هيقزفه في اليوم ده هي ليلة وفي يومه وبيتضرب في المدرسة على عصف اللحن بتاعه وبيتفاجئ بولس اللي بيهدده علشان يرجع معاه وفعلا ايفان بيمشي معاه لانه خاف انه يزي وبيرجع للشارع من تاني ويومها بيقابل ليوس ابوه وهو مش عارف اصلا ان ابوه ولويس بيديله الجتار بتاعه ويعلمه عليه لحن معين ولما بتكلم معاه بينصح انه ما يدخلاش عن الموسيقى مهما كان لان هي المهرب الوحيد من مشاكل الحياة ولما بيعرف من ايفان انه كان بيتعلم في مدرسة جوليارد ستة شهر اللي فاته ده وانه عنده حفلة ليلة بيستغرب وبيقوله انه لو كان ما كان ولا يمكن يفوت الحفلة دي مهما حصل في الدنيا وبينصح انه ما يخافش من حاجة وانه ما فيش حاجة وحشة هتصله طول ما عنده ايمان في اللحظة دي كان والد البنت الصغيرة هو ببلغ عن اختفاء ايفان هو كمان وبعد فاكس الخدمة لعاية الاطفال بس الفاكس بيقع على الارض وجيفرز مش بيشوفه في نفس الوقت وفي الليلة دي كانت الحفلة المنتظرة واو الفقرة كانت الليلة اللي بتعزف مقطوعة مميزة وسط ترحيب الناس بيها وفي نفس الوقت كان لو سمع الفرقة بيغني في حفلة وسط البلد هو كمان وساعتها كان ايفان مع والس وارسل وبيقوله انه لازم يمشي علشان يحضر الحفلة بس والس طبعا بيرفض وافان مصامم على رأيه فارسل بيتدخن وبيهجم على والس واضربه بالجتار على دماغه وبيدي لأيفان الفرصة انه يهرب وفعلا ايفان بيجرب كل قويته علشان يهرب من والس وعلشان يوصل حفلته وبفدل يجري في انفاء المترو والس بفوقه بيطرده وعلى مكانة ليلة خلصت الفقرة بتاعتها كان ايفان وصل في اخر لحظة بعد ما الكل كان فقد الامل في وصوله وكان جيفرز رجع المكتب بتاعه ياخد حاجة وشاف الفاكس اللي فيه صورة ايفان باسمه اوغا سطراش وساعتها بيعرف ما كانه لما شاف اسمه على اعلانات حفلة الرابية وليوسكن في العربية رايح على المطار مع الفرقة بتاعته لما بيشوف اعلان الحفلة اللي قال له عليها ايفان وبيلاقي اسم ليلة مكتوب هو كمان فبينزل من العربية وبيجري على المنتازة علشان يقابلها وبيبدأ ايفان قيادة الفرقة وعاصف مقطوعة موسيقية من الخيال فعلا وكانت ليلة ماشي قراز مثل ما بتسمع الموسيقى دي بتحس بإحساس غريب وبترجع تاني عند المسرح وجوها إحساس بيقول لها اني دي موسيقى ابنها وجيفرس هو كمان كانوا وصلوا لها ايفان اخيرا فاللحظة دي كانت ليلة وصلت عند المسرح وولما شافت ايفان ابنها هو اللي بيقود الاركسترا كانت طايرة من السعادة والفرحة وقدي ايه كانت فخورة بيه واخيرا لات ابنها اللي كانت بتحلم بس انها تشوفه وتضمه وبتتفاجئ هنا بلويس واقف جنبها والعيلة بيتلمي شملها من تاني وامنية ايفان بتتحقق في انه يلاقي مامته وبابا وكانت الموسيقى هي سبب في ده واللي حصل معي بان ده بيعلمنا انه طول ما الانسان عنده حلم ورغبة في شيء لازم يعمل كل اللي عليه علشان يحققه وما يضيعش اي فرصة ممكن توصله لللي هو عاوزه مهما كانت التحديات والتهديدات فلما بيتوقف عليها حياتنا يبقى لازم نخاطر علشان نوصل كده يخلص فيلمنا النهاردة لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله ولو نفسك في اي فيلم معايا ان ندخصه اكتبهن في الكومنتات واحنا هنعملهولد مع السلامة